موسيقى الوثيقة التانية عنوان هاي الغازموس دا اسم برنامج للتبادل الطلابي في كل دول أوروبا et les jeunes فرنسي والشباب الفرنسي ان 2015-2016 في سنة 2015-2017 environ 37000 37000 الف جنسي شباب الفرنسي سانوا برنامج للتبادل الطلاب اللي هو اسمه إرازموس لتدير لكياد روسو أو لفررنسي أو على شنير دو كورس أو دورة دربية للترانجي خارج البلاد الوثيقة التالية الذين يريدون السفر مع برنامج إرازموس يأخذون بورس هناك كلمة بورس يعني منحة دراسية دو максимум بحد أقصى 400€ 400€ par mois في الشهر نعم دا زائراتي بكذا سلون لبيي داكيي وفقا للبلد التي تستقبلهم يمكنهم تكملاتي هذا المبلغ بمساعدات أخرى أو معونات أخرى على سبيل المثال Paul est parti au دنمارك Paul رحل أو سافر إلى الدنمارك إلى كورس هو عنده محاضرات 8h20 من الساعة 8 و 3 أخرى من الساعة 14 و 20 دقيقة بعد ذلك يجب أن يعملون في مطعم يعملون أو خادم في مطعم ليس في اليوم 12 ساعة في الأسبوع لا طبعا هنا دا برنامج تربوي أو تعليمي هذا البرنامج يكون من أجل أو علشان الأسر والمعلمين ولا الطلاب طبعا من أجل الطلاب والم民ناترك يخدمين من المإرهادين Every lfordعere في المج ребята the Certainly soarn كان يعت 1890؟ 400 أو Niagara 400 أوو 400 أوو كل من 400 أوو ولكنهما يشعر بعض الصley في الأسبوع وهما يشعر بعض في السنة وهما يشعر بعض الم patrimonial ولكننا في شرع ب计 Guevane في 45 وdarه بعد الساعة 14 و 20 دقيقة يعمل في محضرات أو حصص يعمل في مطعم الإجابة الصحيحة هنا يتعلم في بيته لا طبعا أو في ساعة نوعية لا هو يعمل في مطعم سيرفير باعت إلي والديه باعت إلي والديه باعت إلي كارت بوستال بطاقة بردية مش بطاقة دعوة ولا إيميل الولد دا يكون بإقامته في الدنمارك حزين ولا سعيد هو طبعا سعيد جدا لكن غير سعيد أو حزين طبعا الاختيار المناسب سيكون الوثيقة الأولى واضحة أنه هي رسالة أو إيميل مبعوث دا ستيفان مني ستيفان وبج والموضوع جيزيل من جيزيل أني عرف دلواتي صلو أهلا جي دا سوپر نوفال أنا عندي أخبار كلمة نوفال هنا يعني نيوز C'est la plus belle de la classe هي the most beautiful اللي هي أجمل بنت في الفاصل إلي دا تاي موين هي تكون متوسطة القامة تاي يعني ليه قامة الإنسان موين متوسطة إمنس ونحيفة إلا لشوف لان عندها شعر طويل نوار ولنو اسود دا جران ديو نوار وعيون كبيرة سوداء سامير هي بريزيليان ممتها تكون برازيلية مي ولكن جيزيل اي نيو نيطالي البنتي ولدت في إيطاليا وخصوصا في مدينة روما سوف تصل إلى 16 عاما يعني هتبلغ 16 سنة في خلال شهر ديسمبر يعني هي مواليد شهر ديسمبر هي في الفصل معنا لأنها تسكن حاليا أو الآن في باري بيشتغل هنا هنا دي اللي هي في باري البنت دي تكون رياضية يبقى إذن عرفنا من الجملة دي إن الولد اللي بيكلم اللي هو ستيفان يكون رياضي هي لا تحب كرة القدم ولا الكرة السلة بتحب أو بتفضل أن تلعب بالدراجة أو تذهب إلى البسين طوالما تذهب إلى البسين يبقى تحب بالناطسيون السباحة أو فير بناجي إليه تحب بافارد هي رغاية بشكل قليل يعني شوية رغاية أو إلى حد ما رغاية مدرسة جديدة زميلة جديدة ودي طبعا الإجابة الصحيحة زميلة مصرية لا والدة جيزال يعملاني بيشتغلوا فين؟ بيشتغلوا طبعا جيزال في البنت دي بتلعب إيه؟ كرة قدم سباحة باسكت هي بتكره كرة القدم أو ما بتحبهاش ما بتحبش الباسكت هي بتروح البسين وبتلعب سباحة وبتلعب بالدراجة إذن هنختار دي المادة المفضلة عند البنت دي هو قال هي قوية جدا طبعا المادة المفضلة عندها هي المادة جيزال ايه؟ البنت دي تولدت في شهر سبتمبر ولا ديسمبر ولا نوفمبر هو قالها تتم 12 سنة في شهر كام في شهر ديسمبر يبقى هي تولدت ان ديسمبر جيزال ايه؟ جيزال تكون بلوند شقراء وحنا عارفين للأشقر دا اللي بيكون لون بشرته ولون شعر مائل للأصفر زي ترامب كده او الجامعة الأوروبيين عموما غوس غوس هو تأنيف الصفة غو غول واللون الأصحب او المائل للأحمر لون البشرة والشعر بيكون محمر الاتنين دول منفعوش معنا لان هو قال ان شعرها اسود وعيونها سودة بالتالي ما قداميش غير بغين بغين اللي هو لون البشرة بيكون أمحي شوية تمام البشرة والشعر بيكون أمحي مائل للون الغامئ سنة مش أبيض قوي هذه الوثيقة تكون إعلان ولا إيميل ولا دعوة طبعا واضح ان هي إيميل ولا إعلان ولا دعوة الوثيقة التانية بدأ بسؤال لصحف الصحفي بيسأل ويقول لا فورماشيون أون ليني اللي هو التدريب أون لين على الإنترنت بون و موفيز فكرة حلوة أو فكرة سيئة ان دماند أكل جن سألنا بضعة شباب لغا في عن رأيهم يارا هتقول إلا فورماشيون سور إنترنت التدريب أو تعليم أو تأهيل عبر الإنترنت لا لا أشوف إلا أنا أنا أشوف إن هي سيئة بلدك أن تكون في الوثيقة أن تكون مع المدارس أشوف كنت طلب من المدارس وظيف وإلا أن تكون موتعة ويقول ثم صحني طبعا هل سيئة مينا صعب أن تبتح ان تبتح طوال سيئة بموفردك devant son ordinateur أمام الكمبيوتر الخاص بك خالد يقول أعتقد أن هذا هو المستقبل بفضل الإنترنت كل العالم يمكن أن يتعلم ويتأهل في كل المجالات الإنترنت هو مدرسة الغد أو مدرسة المستقبل رابيد بسريع ندا أنا تبعت حصة فرنساوية في البداية شعرت بخوف أو كان عندي خوف ألا أصل إليها أو ألا أستوعبها أو أني محبهاش كده يعني ولكن بسرعة جدا وقدت أن هذا منهج أو أن هذه طريقة حماسية جدا ومحفزة جدا حقا أنا حسنت الفرنساوي بتاعي وأعجبت جدا بهذه التجربة هؤلاء الأشخاص يعبرون يعبرون عن هؤلاء الأشخاص شغفهم أو هوايتهم سواء أمنيتهم أمنيتهم رأيهم طبعا هو رأيهم كي يكون من يكون ضد لأفرمسيون التدريب أونلاين البنت الأولى اللي اسمها إيه اسمها يارا سلو خالد بالنسبة لخالد انترنت إيه الانترنت يكون لأكل أجودو مدرسة اليوم لأكل دومان هو أكل دومان مدرسة الغد يارا تتخف كيارا تعتقد أن يارا دي البنت الأولى لأفرمسيون التدريب أونلاين إيه يكون أقل حماسة أو أقل جاذبية من الفصل هي طبعا للشايفاء أقل مواء انترسة الاختيار الأول من يمكن أن يتأهل أو يتدرب أو يتعلم على الانترنت الشباب فقط الجميع التلاميذ طبعا الجميع قد عملت عملت إيه من قبل أنكور دونجليه أونلاين هي طبعا أخذت أنكور دو فرنسي أونلاين حصة فرنساوي أونلاين بوغ ندى بالنسبة لنا دا لفورمسيون أونلاين التدريب أونلاين يكون بوني دي فكرة جيدة طبعا فكرة جيدة ما هيش فكرة سيئة ولا صعبة جدا الوثيقة الأولى واضح إنها كده خفيفة وسامبل يعني بوغ ميل وانيه لكي أبتعد أو أبعدو نفسي دو بروي عن الدوضا وان تلاو في المدينة جي دي سيدي أن أقرارت دي پاسي أين سمان أن أقضي أسبوع دي vacانس أسبوع أغازت نوسسسان ألا فرم دو منقران أمينوفي في مزراعت جيد دي في المينوفي أهلا نسال لابا هناك جي رمسي لفريز أنا جمعت الفراول جي دوني أمونجي أمونجي أكالت الأرانب جي سييي دو منطي يا شفال حاولت أو تقربت إنا أنا أركب حسون جي مسوي پرميني أو شن تفاسحت في الحقول أمونجي مع أولاد عمي et نوز أفضل أمونجي وإحنا لتنين يعني إحنا أنا أولاد عمي ركبنا دراجات جي قتل لفرم غادرت المزراعة سامح أمونجي سامح أدأي في المزرعة أدأ سبع أيام ست جوغ مش أكتر منهم ولا أقل منهم سامح إطالي أمونجي ذهب إلى المزرعة إمتى وقال في أجازة نصف السنة نصف السنة بيكون في الشتاء والصيف والربيع سامح عمل نزهته مع مع أولاد عمه ألافرم في المزرعة سامح أغام سامح جمع هو أنا جمعت الفراولة سامح ركب الحصان لكي يمارس يمارس الفروسية ولا السباحة ولا الدراجة طبعا الفروسية سامح إطالي ألافرم سامح ذهب إلى المزرعة مع علتو ولا مع زملائه ولا وحده هو لما راح للمزرعة راح لوحده وفي الآخر قال أنا سفرت اسكندرية علشان أقض الأسبوع مع عائلتي سامح عائلة سامح تسكن في أليكسندرية تسكن في اسكندرية كما هو كان واضح طبعا للمزرعة 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 وأحب للمزرعة للمزرعة تتكلم ثلاث لغات أخرى يبقى أنا هنا هختار ثلاث لانج خب لك من النقطة دي الرياضة المفضلة عند لنا سي الرياضة المفضلة عندها هي قال تبلعب جوغينج لنا في سي كوخس لنا بتتسوق لوحدها ولا مع والديها ولا مع صديقاتها هي قال مع صديقتين مصريتين تمام يبقى هم صديقات أصل لنا يكون لبانيز لنا تذهب إلى السينما كل الأيام ولا يوم الأربع ولا الويك أند طبعا الويك أند الويك أند متقسم عندها لثلاث أجزاء صباحا بتلعب جوغينج وبعد الظهر بتعمل شوپنج ومساء بتروح المطعم أو بتروح السينما يبقى كلام ده في الويك أند يوم الجمعة بعد الجمعة لنا في لنا بتعمل هي هي يوم الجمعة بتكون مشغولة جدا عندها محاضرات في الجمعة وبعد الجمعة آخر كلمة قالت وطالما هتروح البيسيني بقى هي بتمارس دولا ناتاسيون لنا إيطا باري لنا تكون في باري بغلوت خفاي علشان الشغل بغلوت علشان الدراسة بغلوت وغلوت وغلوت السياحة طبعا بغلوت لأن هي طالبة في الجمعة الوثيقة الأولى بدأ بسؤال في أي غرفة أو في أي حجرة يحب الفرنسيون قضاء أكثر فترة ممكنة أو أكثر وقت ممكن عندي ثلاث ردود أول من خريصة 35 سنة خريصة 35 سنة أنا 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 أحب المطبخ وغلوت إنه فانتاسيك إنه يكون رائع مزهل لأنه إنه كبير يدون في الجرد ويطل على الحديقة جي أقضي فيه بكو دوطن الكثير من الوقت مع مزيون مع أطفال باتريك 58 باتريك تامانيو خمسين سنة لاندروا المكاين التي أفضله في بيتي هي تراث إنه الشرفة إنه صغير أو التراث صغير ولكن جي امي توت اللي بلانت ولكني وضعت فيه كل النباتات عند الفيبو عندما يكون الجو جميل جي بس دي زر أقضي فيه ساعات مع كتاب جميل سنة 28 سنة 28 سنة من دروى المكان المفضل هو الحمام بالمكان المفضل أو في الأجازة طبعا في المنزل باتريك يحب المطبخ أو الحمام أو لاتيغس طبعا لاتيغس خريستوف يكون موى آجي كسونيا أقل عمرا من سونيا أو سي آجي كباتريك متساوف العمرا مع باتريك يكون أكثر عمرا من سونيا طيب هو خريستوف عنده 35 و سونيا عندها 28 و كريستوف أكثر عمرا من سونيا يبقى il est plus âgé que Sonia Christophe se sent bien Christophe بيشعر بأنه بخير أو أنه جيد بحس أنه مرتاح فين هو Christophe لأنه بيحب المطبخ طبعا dans la cuisine Chez Patrick عند Patrick on trouve نجد حيوانات ولا نباتات ولا عصفير أو طيور طبعا نباتات لأنه عنده التراث وحطت في كل النباتات اللعب اللي موجودة La salle de bain الحمام est l'endroit préféré هو المكان المفضل عند من أكيد عند Sonia Sudoku Moe هذه الوافيقة تعد أو تكون Dialogue لا طبعا Mail Email برضو لا Enquete يعني Enquete يعني استقصاء أو تحقيق إن أنا بسأل سؤال بأخذ أراء الناس متعددين في هذا السؤال الوثيقة التانية عنوان هسيت اللي هو site موقع exchange dz تبادل الأفكار هنلاقي مجموعة أشخاص كل واحد بيعبر عن فكره Alain بلج Alain بلجيكي 7T هذا الصيف Je vais aller un mois سوف أذهب شهر aux Etats Unis إلى الولايات المتحدة pour pratiquer mon anglais لكي أمارس اللغة الإنجليزية عندي Je vais partir avec un groupe de fransais سوف أرحل أو أسافر مع مجموعة اللغة الفرنسية ومجموعة هذه الوثيقة بلجدتهم طبعا بلجموعة أرحل إنت تعلمت أ إتلزي un ordinateur تعلمت إن إنت تستخدم un computer لكي حسنة لكي لا ترد من أن فهو تعلمت الوثيقة التي تتعلم هذا وليس هو لا أبدا أعطني أعطني أريد للأسفل tenía لكي أصح لكي أكبر تشكير أنا أقرأ هذا، أعتقد أنه جيد جداً من الأمودة مميلاً جداً لقد أحاولت أحياناً أحاولت أفضل رسائط فاسيلاً لأن أفضل وصفات سهلة، ولكن هذا لا أعطي أي نتائق جيدة، أبداً يمكن أن نقرأ هذا الوثيقة، يمكن أن نقرأ هذه الوثيقة طبعاً على الإنترنت يتحدث عن النشاطات الرياضية، أو السفر إلى أمريكا، أو أهمية التعلم طبعاً أهمية التعلم جليت أفضل أن تستخدم الكمبيوتر في عمر كام؟ هي تقول أنا عندي 75 وتعلمت من خمس سنين، يبقى من عمر سبعين سنة لا فيد جليت أبيتون أمريك، بنت جليت ساكنة في أمريكا، لوحدها، أو مع ممتها، أو مع زوجها وأطفالها مشكلة مارك هي استخدام الكمبيوتر، أو سواءت العربية، أو الطبيق، طبعاً الطبيق مارك بدأ يعمل وصفات، سهلة، أو صعبة، أو صعبة جداً، سهلة، بدأ بالسهلة أكيد، بس برضو نتيجة طلعت وحشة جليت أ، جليت عندها ابن، أو ابن، أو ابن، أو ابن، أو أين في؟ طبعاً هي قالت بنت، بس ما جابتش يصير تحدث تاني غير أحفاد بعد كده الوثيقة الأولى واضح كده إن هي يعني مقربة من الديالوج بس مش واضح مين بيتكلم مع مين فهنقرأ كيف تسمح؟ سباح الخير، ما اسم حضرتك؟ مرحباً أسكار، اسمي أسكار بيان، حسناً أسكار، حسناً يا أسكار، كيف تسمح ذلك، ايه الأسباب، تريد أن تتدري الفرنسي؟ يجبك أن تدريك الفرنسي؟ من أجل المتعة والاستمتاع أنا أحب جدا اللغة الفرنسية وعند أصدقاء كثير الذين يتكلمون فرنسي وما الأنشطة هل أنشطة التي أريد أن تعملها في فصل اللغة أحب جدا التفرج على فيديو وعلى تقارير صحفية وعلى نشرة الأخبار المتلفزة أحب جدا أعمل نشاطات على الإنترنت أشتغل ضمن مجموعات وأحب جدا أسمع موسيقى وأستكشف مغنيين فرنسيين لا أحب جدا أعمل تدريبات الجرامير أو القواعد أو تدريبات النحوية داخل الفصل parlez-vous souvent francais dans votre vie quotidienne؟ هل غالبا ما تتكلم اللغة الفرنسية في حياتك اليومية؟ أتكلم أحيانا أحيانا بيكون عند فرصة أن أعمل شاتينج مع أصدقاء الفرنسيين très bien حسنا جدا merci beaucoup شكرا جزيلا هذا الديالوج يكون مع شاب فرنسي شخص يريد أن يتعلم اللغة الفرنسية ده الاختيار الصحيح شخص لا يحب اللغة الفرنسية لا ما لولد ده ما عندوش أصدقاء فرنسيين عندو كثير من الأصدقاء الفرنسيين ده الاختيار المناسب كل أصدقاء فرنسيين لا لا، هو عنده كثير من الأصدقاء الفرنسيين في الفصل لا يتحدث أبداً الفرنسية لا، هو يتحدثها لم يعد يتحدث يعني كان يتكلمه بطل لا لا يتكلمها كثير يتكلمها ولكن ليس كثير هذا الاختيار الصحيح أسكر بيحب يسمع المغنيين في فصل اللغة ممارسة الرياضة ولا نتفرق على فيديوهات ولا نتسوق طبعاً نريد أن يتعلم لماذا أسكر يريدون أن يعرفوا لماذا أسكر ليه أسكر بيكره الفرنسي ولا بيحب الفرنسي ولا عايز يدرس الفرنسي طبعاً كل الأسئلة دي كانت لماذا يريد أن يدرس الفرنسي ليه هو عايز يدرس الفرنسي الوثيقة الثانية فغام منتدى كلمنا عن أجازتك عندنا هنا ثلاث أشخاص كل واحد هيتكلم عن أجازتك أجازتك ماتيلد عندما أطلع أجازة نحن نحن نقوم بالتعامل عملنا مخيم نو سوم رستي دون سو كمبينج en بريتاني عادنا في هذا المخيم في مدينة بريتاني اللي هي في شمال فرنسا قريبة أو من بريتانيا كون نوزي سوم عييvé عندما وصلنا هناك نوزي مي لطنت وضعنا الخيمة وابعد ذلك نوزي مانجي au ريستور وأكلنا في المطعم ماتيل دي تفضل قضاء أجازتها طبعاً أبور دو لامير على شاطئ البحر ألا كمباني في الريف ماكس بيسبح في النهر ولا بيصطاد من النهر طبعاً بيصطاد لوكا رحل في أجازة توسول لوحده ولا مع أسرته ولا مع زميله طبعاً في هذا المنتدى يمكننا أن نتكلم عن الملابس والموضة ولا الهوايات والشغف ولا عن الأماكن اللي بنقضيشها الأجازة طبعاً المنتدى ده متعلق بأماكن قضاء الأجازة ماكس ايم ماكس بيحب ماكس بيحب تصوير الطبيعة لأنه بقال بروح الريف وبصور ماتيلد تروح على شاطئ الكود دازيور خلال إيه؟ أجازة نص السنة أجازة نهاية السنة أجازة الربيع هي قالت الأجازة الصيفية اللي هي أجازة نهاية السنة ممكن أن نقرأ هذا النص فين؟ طبعاً طالما منتدى يبقى سير على الإنترنت الوثيقة الأولى بدأ بسؤال كاسك ماذا تفعلون أجازة الأسبوعية؟ لدينا هنا أربع إجابات من أربع أشخاص مختلفين الأولى كامي بتقول أذهب إلى السوبر ماركت مع أمي أثناء السوبر ماركت أجازة دو بولي نشتري فرختين و 1 كيلو دو سوسيسون و 1 كيلو سوغو لفروماج والياوخ بالنسبة للجبنة والزبادئ نذهب إلى قسم منتجات الألبان أجازة فروي و في قسم الفواكه والخضروات أجازة 3 كيلو بنان نشتري 3 كيلو موز 2 كيلو 2 كيلو 1 كيلو chlorازن 1 كيلو 1 كيلو 1 كيلو 1 كيلو 1 كيل 무 1 كيلو 1 كيلو 1 كيلو أجازة أروح إن أب disso باب من مع أما المشاهدة لقسم لنتent المشاهدة سوين وأيضا بالنسبة لي أيضا ناعدات التفكرة ترية عندما هو أوضًا الشهادة الهارة هي من أحضًا وأن المكان يطلبون على الأحضًا موضًا وأنني أرسل من أولادوات السداء ونفتح المزارة في الوصف والحيد يقول فالهندس كانت بسطة للعبيب يجب أن يقوم بلعبار أمريكي ويجب إليكي لكنني لا أتناجم لأسفحه لأنه لا يوجد نهر برية على المنزل لأنه يوجد نهر بلقرب من المزرعة ريتشار لأني لديكي ويقائد لنبدأ لكي يفعل الكرس وهو التساوك لأنهما ستتخدمه أمريكي لأنه يكون معجب تشل الهدف منزلي ونتتاب juga إلى الـ skatepark ونتمعون إلى نهاية التزالج ومترسون أن تساوي المنافسات هذه الكثير من تتحدثون على خلالهم وجوهاتهم في أحليم الأربان في الفقائية في المعارض ، على وقت ، على وقت ، على وقت لوقفت أن يذهب إلى المسؤولون لقفت بس، يذهب بأس البيض مع أداده مع ا crèawan مع بابا مع أصدقائه هو بيروح عند أجداده ولكن يذهب بسيارة أبيه أو مع أبيه هنا avec son père Camille sa mère na chat pas Camille ومامتها لا يشترون هنا بقى لازم نرجع للتكست ونشوف Camille ومامتها لهذه البنت الأولى هيشترت حاجات كتير جدا هنشوف إيه اللي ما اشترتهوش مدين هنا جنبري وفواكه ومنتجات ألبان هم اشتروا منتجات ألبان جبنة والزبادي وبالنسبة للفواكه اشتروا كذا نوع من الفاكهة لكن جنبري دي ما جابتش سيرتها خالص بالتالي ده الاختيار المناسب أثناء الويك اند لامير دو غيتشار مامت ريتشار فاقو سوبر ماركشي بتروح السوبر ماركت لا غيست على ميزون بتفضل قاعدة في البيت فاقو سكيت بارك بتروح لسكيت بارك طبعا هي بتفضل قاعدة في البيت لأنه قال مامير سيتو كوبي أو تاش ميناجير أم بتكون مشغولة بالأعمال المنزلية يبقى بتفضل قاعدة في البيت كلارا في كلارا بتعمل بتعمل ايه اين سبوغ دو سبوغ تخوى سبوغ رياضة واحدة رياضتين تلات رياضات لما نرجع لكلارا هتلاقي بتروح مع صاحبتها صديقتايها ماري وكلودين علشان جواءو تينيس علشان يلعبو تينيس وهي ايضا بتلعب سباحة يبقى بتلعب رياضتين اللي هي تينيس ويناتاسيون الا كومباني في الريف لوكا يستطيع يستطيع ان هو يسبح المفيش نهر قريب من المزرعة يتزالج على الجليد لا طبعا ده محتاج صالم صالم وغطا وغيره مفيش غير منطيع شفال وهو قال ان هو بيلعب ايكيتاسيون يبقى هنا الربط بين ايكيتاسيون الفروسية ومنطيع شفال اللي هو ركوب الحصان هي قالت بنجيب عنب احمر علشان بابا يبقى مفيش غير الوثيقة الاولى بعنوان اعلانات صغيرة عناوان سريعة كده او عناوان بسيطة محلات دراجات اللي هي الجهزة من اللي فيها عجلات بيمشوا بيها اللي هي الالواح اللي فيها عجلات كل الحاجات دي موجودة في المكان ده مفتوح من يوم لاتنين او سمدي الى يوم السبت 10 اوه الساعة عشرة 19 اوه الساعة 19 المزيد من المعلومات ابعت على الايميل ده كلمة فرنج يعني ملابس محل الملابس بتاعكم فات بيحتفل مرور خمس سنين على افتتاحه 20% 20% على كل البضائع او على كل السلع او على كل المنتجات 2-5 او 20 مايو من 5 الى 20 مايو العنوان والرقم ده مدينة ليل تمام؟ العنوان الثالث بيتي شيف كورد كوزين محاضرات او حصص في الكوزين طول نيفو لكل المستويات سيريل اسمه سيريل وكاتب رقم تليفونه ديكو ميزان ديكور للبيت او ديكور المنزل نوفيل بوتيكة مانبلية محل جديد في مدينة مانبلية ديكوراسيون محل جديد في مدينة مانبلية ديكور او زينة معلشان المنزل او الحديقة او المنزل افتتاح محلنا الجديد لـ 21 جواء يوم 21 يوليجو نقرأ تلك الاعلانات سور انترنت في كتاب مدرسي او نجيبتو في مصر مافيش قدامي غير سور الانترنت ديكوراسيون في محل الملابس ده يمكن نصل على خصم لمدة 15 يوم او لمدة شهر او لمدة اسبوع هو من 5 الى 20 يبقى 15 يوم لمدة 15 يوم لديكوري مميزون علشان ازين منزلي سأذهب إلى محل ديكو مميزون سأذهب إلى محل ديكو مميزون او ليل او مانبلية او باري مكتوب انهو نوفيل بوتيك او مانبلية ما قداميش غير مانبلية البتي شيف الشيف الصغير يعطي محاضرات في الفروسية ولا محاضرات فرنسية ولا محاضرات مطبخ طبعا محاضرات في الطبيق مانفخير اخويا اشتري عجلة او دراجة يجب ان يذهب الى الى سكاتير طبعا لو اول اعلان لو مجازن سكاتير اوفر المحل ده بيفتح نقطة بار سمان في الاسبوع هو ايل من الاتنين الى السبت لو هنعد كده نقول اتنين تلاتة اربع خميس جمعة سبت ستة ايام فين الايام اهي سي جوغ بار سمان دون سو تكست في هذا النص يوجد كاتر نونس تخوز نونس سينك نونس في كم اعلان طبعا هما كاتر نونس اربعة اعلانات الوثيقة التانية بعنوان تجد مراسل يعني دور على مراسل او البحث عن مراسل الاول بيقول سالو اهلا جو مابل عبدالله انا اسمي عبدالله جسوي ايجبسيان مصري جابيت اليون ساكن في مدينة اليون جي دي ستون عند سبعتاشر سنة جابران اتعلم اللغة اللغة جي تودى الفرنسي ادرسي الفرنسي والانجليزي والانجليزي والاسباني احبب ايضًا احبب ايضًا احبب ايضًا الى اللقاء سالو اهلا للجميع جسوي كريستوف انا كريستوف جسوي دو باري انا من باري جو بارل الانجليز انا من باري جو بارل الانجليزي باتكلم انجليزي وبتعلم الصيني هو اصلا من باريس تمام؟ جادور باريسي بعد قضاء الووك اند على مونتاني في الجبل انا جاء وفي السباحة مرشي والمشي فارد فيلو وركوب الدراجات ايبينسور بالتأكيد سكيه تزالج على القليل ما باسيون حوايتي او شغافي سيلي فياج هي السفر والرحلات بانجور دو بغدو صباح الخير من مدينة بغدو جو مابيل فليب اسمي فليب جو تقفاي دون الانفورماتيك باشتغل في مجال الانفورماتيك اللي هو مجال الكمبيوتر والسوفتوير وكده جو بارل انجليزي باتكلم انجليزي واسباني جامل الاناتاسيون بحب السباحة والدراجات والتزالج على قليلت والتينيس بغيف باختصار جو سوي سبورتيف انا رجل ريادي جفاء السيدو الفوتوغرافي وايضا امارس التصوير سابيخسون ابيت هؤلاء الاشخاص يسكنون او يعيشون اكيد في فرنسا لان واحد من باري والتاني عايش في ليون والتلات عايش في بغدو هم عايشين ما تكلمش عن الجنسية يعني هم سكنين فين او عايشين فين طبعا او فرانس كريستوف ام بوكو كريستوف بيحب جدا التصوير ولا المطبخ ولا السياحة كريستوف الولد الثاني اخر جملة قالها بقال بحب السفر يبقى السياحة عبدالله يعرف ايه اجنبي عبدالله مصري او عربي هو مصري بيعرف عربي بس سوا فينا بيكلم عن اللغات الاجنبية قال بدرس الفرنساوي والانجليزي والاسباني يبقى دول ثلاث لغات اجنبية ثلاث لغات اجنبية فليب كم كريستوف فليب زي كريستوف اللي اتنين دولت ما بيعملوش ايه هما الاتنين فليب و كريستوف هما الاتنين بيعملوا تزلج وهما الاتنين بيمرسوا السباحة الحاجة اللي مش مشتركين فيها هي ما بيلعبوش باسكت هؤلاء الاصدقاء السلاسة او الاشخاص السلاسة يبحثون عن البحث عن مراسل او صديق بالمراسلة فليب ايه فليب دا يكون اتوديان انفورماتيسيان جوار فليب قال يعمل في مجال الانفورماتيسيان يبقى هو يعني شخص متخصص في شغل الكمبيوتر والسوفتوير والهاردوير وغيره عبد الله يدرس اللغات ولكنه يحب اخر جملة قالها عبد الله قال هوية الكبيرة هي الكوزين الطبخ يبقى هو بيحب فير الكوزين يطبخ الوثيقة التانية بدأ بسؤال كالسان فوز اكتيفيته كوتيديان ما هي نشاطاتكم اليومية لغة 30ان لغة 30 سنة لغة 7ه بسحى كل صباح الساعة 7ه بعد الظهر لا تزال اكتب بصفة عامة نحو الساعة 16 الساعة 4 العصر لغة 4 عصر لغة 8 في المساء اميلي 35 سنة لغة 30 سنة صباحا لغة 5 عصر لغة 7ه لغة 7ه ودائما بعمل استراحة لتناول القهوة بصفة عامة لغة 10.30 لغة 30 سنة لغة 18.30 مو ماري زوجي وانا دينو بنتعاشة توجوغة 20ه بنتعاشة ساعة 20 إلى ساعة 8 مثلا كالعادة نو رغدو ان فيلم بنتفرق اوغو 45 سنة اوغو 45 سنة كل صباح استيقظ مبكرا احيانا بيكون عندي مرضى في وقت الغداء اميلي اميلي لغة 23 نحو الساعة 23 لغة 11 اميلي 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 تستيقظ كل صباح الساعة كام اميلي 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 بعد اليوم 5 novembre 5 novembre c'est mon anniversaire et maman m'a donné la permission d'inviter mes amis et maman m'a donné la permission d'inviter mes amis je vais organiser moi aussi j'ai aussi une petite fête chez moi à partir de 6h on va voir un film en DVD et puis on va manger des pizzas et des crêpes tous ensemble et des crêpes avec nous la fête va se terminer vers 9h du soir la fête va se terminer vers 9h du soir tu veux venir ? tu as l'impression que oui j'espère que oui j'espère que tu as répondu oui réponds-moi vite radez-moi à la rachida qui a écrit ce mail ? qui a écrit ce mail ? qu'est-ce que rachida a fait samedi dernier ? m'asam a fait leress Room et la fête tombe qu'est-ce que nous avons fait à la fête samedi ? qu'est-ce que nous avons fait ? qu'est-ce que nous avons fait ? m'asam fait ? qu'est-ce qu'on a fait ? m'asam fait ? هتبدأ الساعة كام حفلة رشيدة هي قالت الساعة 6 اللي هي هتبقى الساعة 18 خبالك انها تبدأ لكن هتنتيهي 9 اللي هي 21 ورشيدة ايتاليلو سامديد اغنية اين ذهبت السبت الماضي ذهبت شي سوفي عنده سوفي لان كانت بتحتفل بحفلة عيد ميلاد سوفي موسيقى